القمة عسيرة المخاض توشك أن تعقد بحسب التحركات الدبلوماسية بين نيويورك وبيونج يونج تحرس الخارجية الأمريكية على الإحاء بأن قمة السنغافورة دخلت مرحلة اللمسات الأخيرة وأن البيت الأبيض سيعلن التأكيد عقدها في الثاني عشر من حزيران المقبل بعد اللقاء الذي جمع وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو مع الجنرال الكوري الشمالي كيم يونج شول في نيويورك وهذا اللقاء بحد ذاته عده الكثيرون المؤشر الأقوى لقرب موعد قامتها فالجنرال الكوري ممنوع من دخول أمريكا بحكم شموله بعقوبات ومنحه الإعفاء من المنع بهذه السرعة رفع من أسهم المراهنين على إقامة القمة لا سيما مهندسها الرئيس الكوري الجنوبي إلا أن الناطقة باسم البيت الأبيض سارة ساندرس أكدت مجددا أنه لعقد القمة يجب أن يكون نزع الأسلحة النووية لكوريا الشمالية في صلب اللقاء وأن يشعر الرئيس ترامب بأن تقد من يتحقق على هذه الجبهة وحتى الآن تبدو الأمور سائرة باتجاهها الصحيح إلا أن يحدث طارئ ويغير ترامب رأيه كالعادة كما حدث الخميس الماضي عندما أعلن إلغاء القمة ثم تراجع عن إعلانه فالتذبذب سمة ظاهرة بأداء إدارة ترامب رافقها منذ البداية وظهر جليا في الأزمة الكورية ومن المفارقات أن يعول على الجانب الكوري لإبداء مرونة بالملف النووي لكن احتمالية التوافق على صيغة تبدأ بتجميد التجارب النووية والصاروخية وانفتاح تجاري واسع بالإضافة للمطالبة باتفاقية سلام مع الجانرة الجنوبية تبدو هي الأرجح بنظر المراقبين على أن تكون قمة كيمو ترامب حجر الزاوية ومفتاح حل لأزمة السلاح النووي الكوري الشمالي التي طال أمدها وتعددت خيوه ترجمة نانسي قنقر